موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم شاهدين اهلا بحضرتكم في اولى حلقات الموسم الرمضاني لبرنامج واذكر نحن قبل ما ابدأ حلقتنا الموارضة في قصة جميلة كده عن الرضا حابة احكيها لحضرتكم سيدنا عربة ابن الزباي رضي الله عنه راح في مرة لسيدنا عمر بن الخطاب وكان واخد معاه ابنه الصغير اول مواصل عن سيدنا عمر بن الخطاب رجل واجعته واجع شديد الدكاترة قالوله في وقتها لازم بتر رجليك لازم تتشامل وهم بيعملوا عملية البتر لرجليه كان ابنه بيلعب تحت ججول البنوق اللي كانت موجودة ففي ناقة دسته فمات ففي يوم واحد ايه اللي حصله فقد رجله وفقد ارمه فالناس راحوا يعزوه مش عارفين يعزو يقول له ايه فبصلهم هو بضحك وقال الحمد لله اللهم ان كنت اخذت فقد اعطيت وان كنت منعت فقد تركت بيحمد ربنا سبحانه وتعالى على ان هو ربنا سبحانه وتعالى كان ادي له سبع اولاد خد منهم واحد وساب له ستة فحمد ربنا على الستة الموجودين بص النص الكباية المليانة وكان ربنا سبحانه وتعالى ادي له اربع اعضاء خد منه عدو وساب له تلاتة حمد ربنا سبحانه وتعالى على التلاتة الموجودين نبدأ حلقتنا النهاردة الحقيقة هحكي لحضراتكم اول مرة عرفت فيها عن الصوم يعني علقنا كانوا متجمعين وطول اليوم لا اكل ولا شر فجأة المغرب قزم كله بقى بدأ يجري ويجهزوا الفطار خير وبركة ما شفتهاش باي شهر من الشهر بعد كده بعد اما كاننا وصلينا المغرب طلعنا على المسجد ناس كتيرة قوي واقفين بيصلوا بيصلوا بعيونهم كلها دموع اشتياء وحنين كأنهم رايحين يقابلوا شخص مش شهر شخص مفتقدين من سنين بعد اما رجعنا بدأت اسأل جدتي الله يرحمه هو في ايه ايه اللي بيحصل ايه الغريب قالتلي ان احنا في شهر اسمه شهر رمضان الكريم شهر يعني تلاتين يوم رمضان يعني عبادة وصلة وصوم الكريم عشان هو كريم قلتلها جميل وبعدين قالتلي بنصوم مع الفجر ومع المغرب بنكون فطرين جميل قلتلها جميل وبعدين قالتلي ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا بالشهر ده رخص ايه هي الرخص قالتلي المريض والمسافر لو ما قدروش ما بيصوموش والحائض والنفساء لصلة ولصوم طب ما بتتعبوش قالتلي لأ ممتعبش ده الريان للصائمين قلتلها تمام كبرت ورحت الجامعة ودرست وتخرجت قابلت باحثين وعلماء العلماء قالوا ايه بقى قالوا ان الحائض والنفساء ممكن تصوم وان الشهر مش فرد اللي يقدر يصوم طيب النهاردة هنرد على الباحثين وهنضرب الباحثين بعلماء الدين الشبهات والقضايا التي دارت حول الشهر الكريم مع فضيلة الشيخ محمد حمودة من علماء الازم الشيخ زي حضرتك وبعدين اهلا وسهلا ومرحبا كل عام وحضرتك بخير والأسرة الكريمة بخير والأمة الإسلامية والعربية بخير كل النفس وانت بخير وكل طرفتين وجميع من يسمعنا في خير وسعادة وربنا يكتب لهم الحسن والزيادة ويرفع هذا الشهر وليلة القدر بعظيم الأجر ان شاء الله آمين يا رب العالمين الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونهم بعض الناس بتقول ان الصيام مش اجباري الصيام اختياري بدليل يطيقونهم يعني اللي يقدر يصوم يصوم واللي يقدر يفطرير ايه رد حضرتك على الشبهة دي طبعا انت يتفكرين باحد هؤلاء المشككين وكان معي في مناظرة ورديت على كلامك ده قبل كده في مناظرة سابقة في احدى القنوات احنا حبينا نجمع الشبهات للناس باول شهر رمضان كتقوية لعقيدة الصغير والجيل اللي لسه هيتطلع يفهم عقيدته اكتر لا الشبهة اقوى من كده الشبهة فيها كلام عقلاني والشبهة فيها بحث ودراس اما الذي يتكلم على الذين يطيقونه دي مش شبهة دي عدم فهم للغة العربية اللغة العربية بنقدر نتزوق هزي ما بنتزوق الطعام بس هو كان شخص عربي يعني بيمثل انه فاهم يعني ولكن وعلى الذين يطيقونه هنا اجمعت الامة قاطبة من المفسرين واللغويين وكل من لهم علاقة بالدين قالوا الذين يطيقونه هنا هم كبار السن يعني الاية خاصة بكبار السن يعني ما يجيش بقى يعني واحد يفتفيها الاية خاصة من الذي يباح له الفطر رقم واحد الذي يباح له الفطر المسافر رقم اثنين المريض وعندنا من الاعذار المبيحة للافطار هي الشيخوخة الجماعة كبار السن اللي عادين قدامي اللي عنده سبعين سنة اللي عنده تمانين سنة يجوز له ان يفطر ولا اسم عليه فده هي الاية وعلى اللذين يطيقونه ان يتحملونه فوق طاقتهم بيتعبوا ليه لان الشيخوخة مختارنة بالامر مع ذلك والله بيصوم انا قدرت الشيخ بص يا بنتي المسلمون العقلين بيحبوا الصيوم اكتر من الناس بتعير بعضها بالافطار يعني انت عارفة الاغنية اللي كنا بنسمحها هنا صغيرين يا فاطر رمضان يا خاصر دينك البيتنا الصود تقطع مصارينك ده تراش شعبي تخدي منه دلالة على واللي بيفطر من البناتك ده بنكلم تعد تتوارى وتستخبأ وما زال الانسان يعير طوال حياته لو كان فطر ايام في رمضان ويسأل ويقول هل ربنا هيتوب علي ولا مش هيتوب علي فهنا الذين يطيقونهم كبار السن والعجزة الذين اذا صاموا يتحملونه بمشاقة شديدة بعض الناس بيقولوا ان صيام رمضان مفيش اكل ومفيش شرب ده بيقلل من الانتاج لان الشخص بيكون بقى مهبط بيكون تعبان بيكون مش قادر يتحرك او قادر يعمل حاجة ايه رأي حضرتك في الموضع ده؟ هذا الكلام طبعا مغدود عليه لانه مثلا اضرب لك مثال اخر حرب انتصرنا فيها على اعدائنا كانت حرب العشر من رمضان او المسمى بحرب السادس من اكتوبر فحرب السادس من اكتوبر وفقت شهر رمضان العشر من رمضان يعني تبقى من الشهر عشرين يوم والحرب استمرت طوال شهر رمضان والقادة في الجيش المصري بارك الله فيهم كانوا اباحوا خدوا افتاءات من فضيلة المفتي ساعتها ومن علماء الدين هل يجوز لنا ونحن نجاهد ونقاتل اعداء هل يجوز لنا الافطار؟ كلهم قالوا ان نفطر يعني فالجند لم يستمع الى بالمرة بقى يا شيخ بعض الناس قالوا ان احنا في كورونا نفطر كورونا ما ولو عنده كورونا يفطر لا ان احنا في الفترة دي بتاعت كورونا هذا لا يجوز لان الصيام يقوي المناعة الصيام يقوي المناعة اما من كان مريضا بكورونا فالافطار في حقه واجب ان شاء الله في حاجة كده غريبة ظهرت يعني كانت اول مرة اسمعها ممكن من سنة او من سنتين ان هي الحائد والنفساء لها ناصهم ازاي والكلام ده انا ما سمعتوش من يومك ولاكة معلوم ان الامة مجمعة كل المذاهب المعتبرة سيبت من المخرفين اللي طلعوا في زمن النت وزمن وسائل التواصل الاجتماعي دون ناس لاهل تخصص وليس لهم علاقة في الدين انا قاعد قدامك لان خلاص انا دكتور في الشريعة وادرس الفقه فخلاص فانا مدرس للطلبة بتوعي كل اسبوع قدامهم في الجامعة ادرس لهم فده تخصصي في عارف المخارج والمداخل اما الجماعة بتوع الفيس الفيس اسوأ مفتي عرفاته البشرية وتويتر اسوأ منه ويوتيوب كذلك ما شفناش الشبهات دي الا من الناس اللي هما مسميين نفسهم باحثين وعلماء وطلعوا الامر وطلعوا المريخ ومن يوم ما بدأنا نمسك موبايلات ونمسك لابات ونتكلم مع بعض اي حد عنده اي معلومة غلط بيبدأ يفتي فيها ويصير شبهات ويشكك الناس في عقدة ده اللي ما تعرفوهش انه حضرتك كل الكلام ده مكتوب في الكتب السابقة هم مش اذكية على فكرة الجماعة اللي انت بتشوفيهم عاملين مفتين وعملين علماء على النت هم اخيب من انهم يبتكروا عقلياتهم الابتكارية دي فالحضيد هم بيجيبوا ايه العلماء القدامة كالامام الشافع والامام احمد بيقول فلو قال قائل كزا نرد عليه فهم يجيبوا الشبهات دي في التفسير الامام الفخر الراز يقول فلو انه يعني مسلا اضربلك مثال يعني قال يعبر بها للمذكر ولا المؤنس قال المذكر طب قال نسوات قال نسواتهم على التغليد ايه على التغليد نسواتهم هم نسوة هم الغالي مفروض قالت نسواتهم صح كده فكل الكلام ده احنا ندرسه في الاصر ممكن يقصت قالت جماعة من النسوة فحزف التاء لان كلمة جماعة دي مذكر ما احنا برضو هنقول نسوة جماعة ولا فراضة خلينا في التشرع عشان ما يخشش في اللغة لاني فانت كل دي هزيه ليست شبهات ولكنها اقتباسات قديمة هم بيجيبوها في العصر الحديث وما رأيته انا شخصيا كله كلام في الهواء فالأمة كلها مجمعة على ان المرأة من رحمة الله من رحمة الله المرأة في الحيض والمرأة النفساء بتنزل ايه؟ دم الدم ده جاي من ايه؟ من جسمها يبقى بتأثر عليها بالسلب ولا مش بالسلب؟ بتأثر بالسلب يبقى لازم نعمل لها عملية ايه؟ تعويد نعمل لها تعويد اللي بيعمله عملية جراحية هو عنده مثلا تسعة لتر دم ففقد منهم اسناء العملية الجراحية تنين لتر فبندوق في المعامل الدم علشان نجيب له تنين لتر ونعملها له فرب العباد هذا ربه خلق البدن وعارفه عارف ان الستة عمالة تنزل دم يملأ الغريب ان يفي منهم الناس بيدعوا الاسلام يا فضل الشيء لا هو مسلم ولكن هو مسلم مش فهم انا محد شيء بصي ما تنفيش عن حد الاسلام لا انا مش بانفي انا مش بانفي يعني بيقول ان هو مسلم وفاهم الاسلام صح بصي لا 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 فاهم صح دي لا رب العباد صح بصي انا عندنا حاجتين عندنا علم وفاهم العلم ده مع طوب الارض والفاهم اللمبة اللي احنا عاديين في نورها دي الراجل الكهربائي عنده علم فيه بس مين اللي يفهمها المخترع المهندس ماش الكلام ده المكانيكي عنده علم ايه العلم يشيل بستم يحط مش عارف صباب يشيل كذا فده عنده علم بس اللي عنده فاهم مين الراجل اللي عام الكمبيوتر كده يحط البرنامج بتاع العربية يطلع له العيوب اللي موجودة في العربية دوكا كان يقعد يحطر فيها زمان المكانيكي دلوقتي بتخش على بعض الورش وبعض المكانيكية بفيشة كده بيحطها في العربية يقول العربية فيها عيب واحد اتنين تلاتة اربعة بتاع زمان تب نشيل العامة تب نحط اللي مش عارف ايه تب نعمل اللي سيقعد يجرب في العربية طول النهار فعندنا فرق من العلم والفهم فالعلم موجود اي حد عنده معلومة يبقى ايه يبقى عالم انتي عندك معلومات مش موجودة عندي في الطبخ حتى ما بعرفش طبخ اه تعلمي يبقى متتجاوزيش بدان ما بتعرفيش طبخي ففي اما تتجاوزي احمد ابو هشيما بقى هو اللي هيجابلك طبخيه لا اتعلم الطبخة حسنا اه تعلمي احمد ابو هشيما مش فاضي مع تحياتي ليه كل سنة وطيب طبع فضالي ايه دورنا احنا لما تطلع شبها انا بشوف لما تطلع شبها انا ما بسمعش عنها من وسائل الاعلام ومن النت ومن ان فيه شيوخ بترد عالشبه دي لكن الشبه الاساسية انا ما بسمعش عنها ايه دورنا بقى عشان من الشبهة دي ما تنتشرش او الناس ما توصلهاش لبعض يعني انا ليه اسمع ان فيه شبه عن الصيام احنا عندنا اسلام يعني الاستسلام والايمان هو اطلقنا للقلب انا خلاص مؤمن انه نخم الصلاة هيجيلك الراجل بتاعه لانه كان قاعد معي هيجوه الله مفيش الله صلاةين في اليوم صلاة اول النهار وصلاة اخر النهار الصلاة اول النهار والاخر النهار دي عند اخواننا المسيحيين عندهم صلاة الصبح الساعة ستة وصلاة الساعة ستة المغل اما نحن المسلمون الله سبحانك وتعالى افترض على نبيه خمسين صلاة وراح ضغطهم عملهم في خمسة يعني ايه خمسين صلاة واحد وخمسين ركوع وزجوع يبقى ربنا ضغط الصلاة وخلاها مضغوطة فيبقى انا عندي يقين ان رب العبادة سبحانه وتعالى الكلام اللي جابه صحيح وان نبينا لا يجذب بعد كده بقى واحد يجي يقول لي اصل الشمس بتطلع من المغرب بقى يقول له انت كاذب ولا يسمع له وما تسمعش كل كل ناعق مش اي حد يقول اسمعه لا 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 انا لا اسمع في الفيزياء الا فيزيائي وفي الطب الا طبيب وفي الكيمياء الا كيمياء انا لا اسمع انا قاعد معاك دلوقتي ومعايا مخرج في الكلام ده انا لا استطيع اقول له زود الاضاءة ولا في ايرس ولا مفيش ايرس انا ماري وماري الكلام ده انا راجل بتاع شرع نظيف فهو بقى انا قاعد قدامي انا ليه المنتج النهائي وممكن ما اعرفش ما فيه كتير منشوف الصورة ونقول حلوة قوي ولكن يجي الفني يقول لا والله ده فيها كذا ده فيها مش عارف ايه فانا ماري انا شغلتي بتاع دي المخرج ده بقى يطلع على الصورة حلوة يطلعها وحشة يطلعها مش عارف فيها ايه مبكسلة انا مالي ومالي الكلام ده فلازم كل واحد يروح للمتخصص اذا روحنا للمتخصص انتهت القضية لكن احنا مصابين بهذا الزمان بالفتية وان اي حاجة غريبة او جديدة بنحب نجري وراها نسمعها او مش ما ده بقى الانسان الخفيف مش التقيل باي صوت بيجري وراها اي حد يزعب بيجري وراها ولكن الانسان اللي له تقل وانسان قوي لا يتحرك الا مع السواد قولي تعالى ثم اتم الصيامة الى الليل بعض الناس قالوا ان لما القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى ليه ربنا سبحانه وتعالى قال ثم اتم الصيامة الى الليل وفي اماكن مفيهاش ليل اساسا زي المناطق القطبية او ان النهار فيها طويل وده بيسبب تعب وشقاء للناس الاماكن القطبية ليلة على طول اه في عندنا القطب الشمالي والقطب الجنوبي ففي قطب نهار على طول وقطب ليلة على طول طب ده حلوم ايه في الصوم؟ ده الشواز دي 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 الحكم الشاز اطراف الارض معروف ان الليل فيها ممكن يوصل لست شهور وممكن النهار يوصل فيها الشهر او ست شهور اه ليه ما عندهمش ليه؟ خالص على الاطلاق دي القاعدة الشازة الاحكام لا تبنى الا على الغالب الاعام انا قاعد قدامي في المدرج وانا بدرس للولاد قاعد قدامي الف ولد وخمس بنات لما اجا اتكلم هقولي اولاد ولا هقولي يا بنات يا اولاد طيب خلاص خليني انا بدرس بقى للبنات وقاعد قدامي الف بنت وخمس اولاد هقول ايه؟ يا بنت فقولي تعالى قد افلح المؤمنون برضو اما انا اقول لحضرتك الله يتكلم بالغالب في اغلب الكرة الارضية النهار فيها شبه معتادل احنا عندنا مش عشان انا مصري يعني ولكن مصر هي من احدى الدول الوحيدة اللي تشوف فيها الفصول الاربعة بدقة تعرافي الربيع جاي امتى تعرافي الخليف جاي امتى تعرافي الصف جاي امتى تعرافي الشتاء جاي امتى لكن تعالى عندنا نروح ليبيا الامور تختلف اطلع على المملكة العربية السعودية اطلع على جارتنا السودان اللي موجودة عند خط الاستواء فاذا النهار ولذلك اخوانا بقى اللي حضرتك بتكلم عليهم الليل هم طويل ونهار هم طويل دول بنقول لوئيس بتوقيت مكة المكرمة ايش معنى مكة؟ يعني مقريب من مكة؟ اه لانه الصيام بدأ المقياس الطبيعي الحقيقي بدأ في مكة في الصلاة قبلتنا فين؟ قبلتنا في مكة قبلت المسلمين في العالم يتوجهون الى مكة المكرمة والى المسجد الحرام فكذلك في الصوم اذا اردنا ان نصنع يوما للي اليوم عندهم غير طبيعي فبنقول له شوف اهل مكة بيصوم واحد رمضان كم ساعة عشر ساعات وفي حد تاني بقى السؤال بقى بطريقة تانية يعني الرجل الذي خرج قبل المغرب بنص ساعة من دولة وطلع فوق فالشمس لسه طلع يعمل ايه بقى؟ ينتظر حتى تغيب كده؟ هو اليوم بتاعه في البلد اللي ريح فهنا النهاردة هو خلاص هو طالع مثلا بينا وبين السعودية ساعة وبيننا واسم بين الجزائر ساعتين فالساعتين بتوع المغرب هيددم في مصر هنا وهيددم في الجزائر بعد العاشر فهو الراجل طالع مسافر من القاهرة للجزائر يفطر مع مين؟ يفطر مع الجزائر اهو اليوم بتاعه طال ساعتين النفحات الشهر الكريم نهاية نحوالنا مع حضرتك في موضوع القضايا وننتقل الى النفحات في حديث رواه الامام التوراني وقلته حضرتك قبل الحلقة وحضرتك وقلت لي انه ضعيف انه في ايام دهركم لنفحات فاختنوها من نفحات الشهر الكريم قيام الليل نعم ممكن حضرتك تكلمنا عن قيام الليل وازاي نختنمه صحا الحمد لله اولا واخيرا المسلم عنده ساعة خاصة ايه الساعة الخاصة؟ رب العباد اليوم والليلة فبيحفظه من بعض الاوقات الضر بيه وبينشاطه في الاوقات المفيدة ليه فمسلا عندنا احنا للأسف اخوارنا المصريين هنا لا يلتزموا بهذا الامر الطيب الجميل وهو ساعة القيلولة اللي هو بينام ساعتين قيلولة فاذا ما نام ساعتين قيلولة فيقوموا بقى بالليل يقوموا بالليل على شرح اكتين ياما القيام قبل اتنشر بالليل ياما التهجد بعد اتنشر بالليل ليه بيصحي في الوقت ده بقى حضرتك؟ ان الوقت ده كلام علمي حديث طبقة الازون لما الارض تسخن فبتطفش لفوق ولما الارض تبرد فبتنزل لتحت والازون ده عبارة عن ايه؟ احنا انا وانت دلوقتي قاعدين في الحر بنتنفس زرة اكسوجين واحدة اما لما طبقة الازون تنزل فبنتنفس زرتين اكسوجين ولذلك احلى نومة تبقى ايه متى؟ تبقى بدءا من الساعة واحدة الراجل كده يعود في صراع عشان فاجر عايز يصلي الفجر ليه؟ لانه الرئة خدت هوا نظيف فودته للاوردة الرئوية الاربعة فراحت تهارت الدم فالجسم بيقى مستريح ما عندوش اي مناغصات فاقل حاجة في قيام الليل انها تضبط الجهاز الدوري تضبط الجهاز الدوري حتى الفلوس اللي بنخرجها زكاعة بادواء عليك بتعالج ايه بقى؟ الشح والبخر وحب النفس راجل اللي يحب نفسه ست اللي تحب نفسها عايزة تمتلك الدنيا واحيانا لما يكون حد عنده مريض او عنده مسألة مثلا يقول له تصدق اه هي الدواء من ضمن ادوية المرض ان تتقربي الى الله بتفريج هم الفقير فساعة ما تفرج هم الفقير باطعام او سقية او تدي له مال يحل بيه مشاكله فرب العبادة سبحانه وتعالى بيحل لك مشاكلك انت كمان شكرا نور نورك واشكرك واسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يبارك في اهلنا جميعا ويرحم ممات واسأل الله ان يشفي مرضى كورونا في المستشفيات وان مستشفياتنا تخل من هذه الامرات العضال وهنئ الامة الاسلامية بهذه الايام المباركة وبقول له اهل مصر جميعا كل عام وانتم بخير واسأل الله ان بعد هذا الصيام الطيب المبارك رب العباد يفرحكم في العيد ولا يفقدكم احد واسأل الله ان يقبل صومكم وقيامكم وصالح اعمالكم بشكر طبعا القناة والعاملين عليها وبشكر فريق عمل برنامج وذكر ولك تحياتي شكرا حضرتك رب العباد الشيخ ربنا يبارك في حضرتك وفعلمك في عملك يا رب مشاهدينا الابن القيم رحمه الله مقولة جميلة جدا بيقول فيها لن يقاسمك الوجع صديق ولن يتحمل عنك الألم حبيب ولن يصهر بدلا منك قريب احمي نفسك دللها اعتني بها ولا تحمل نفسك ما لا تطيق ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق وتأكد حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك وحين تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها سوى دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله